أهلا بحضراتكم من جديد وفقر تريند تريند خلاص بنتكلم في الاستعدادات النهائية لمباراة اتحاد المنستيري والأهلي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دور أبطال إفريقيا مباراة قوية وتعد هذه المباراة هي أبرز وأهم مباراة الدور التمهيدي الثاني في دور أبطال إفريقيا أي نعم في لقاءات أخرى سانداونز مع بطل سيشل مازينبي الزمالك الزمالك باقي الفرق الموجودة في دور أبطال إفريقيا ولكن هذه المباراة تمتاز بالدربيات فرق الشمال إفريقيا الفرق العربية الأهلي بطل مصر اتحاد المنستيري التونسي وصيف الدوري التونسي ويمكن عمل نتائج إيجابية جدا آخر أربع سنوات فيه الدوري التونسي قدر يفوز على الترجي في أكثر من مناسبة كمان نقدر نلدي المشاركة التانية القرية لفريق اتحاد المنستيري وبالتالي المباراة بتأتي أهميتها وصعوبتها أنه دربي في شمال إفريقيا ما بين بطل مصر ووصيف الدوري التونسي كمان اتحاد المنستيري التونسي عنده لقابين مميزين يمكن أبرزهم حارس مارما ومنتخب تونس بشير بن سعيد هو حارس مارما اتحاد المنستيري كمان المدير الفني داركو نوفيتش يمكن أنه كان المدير الفني لفريق وفاق ستيفل الجزائري اللي واجه الأهلي في سيمي فاينال دوري أبطال إفريقيا العام الماضي ونظرا لأهمية المباراة كمان الاتحاد الإفريقي اختار حكام معروفين حكام نقدرون مش مصنفين من الحكام النغبة تحديدا الحكم الجزائري اللي هي دير لقاء الزهاب هو رقم اثنين بعد مصطفى غربال في القايمة الحكام في الجزائر ولكن مش من حكام النغبة في الاتحاد الإفريقي فتم اختيار الحكم الجزائري لحلو بن براهم هو له دير لقاء الزهاب لقاء العودة جاني سي كازوي الحكم الزنبي اللي تم اختياره في كأس العالم في قطر هو له دير لقاء العودة ويمكن جاني سي كازوي عنده كده يعني صوابق تاريخية سواء مع الأندية المصرية مع النادي الأهلي حتى مع المنتخب الوطني وكمان مع المنتخب التونسي اللقاء الشهير ما بين تونس وزامبيا في كأس الأم الأفريقية في الكاميرون كلنا عارفين نهى المباراة قبل الموعد الرسمي بحوالي خمس دقايق وعمل لغة كبير جدا أثناء منافسات كأس الأم الأفريقية ولكن الاتحاد الأفريقي بتشكيل لجنة الحكام الجديد يمكن اختار جاني سي كازوي لهذه المباراة بشكل عام نتمنى إن شاء الله يكون الأهلي في أتم الجاهزية الظروف متشابهة كمان في نقطة تانية اتحاد المنستيري التونسي يمكن مباريات الدوري التونسي تم تأجيلها فبالتالي هو كان عيب عنده الأفضلية نلاعب مباراة أو اتنين في الدوري التونسي قبل ما يواجه الأهلي لكن بعد تأجيل انطلاق الدوري التونسي فبالتالي مش هيقدر يلعب أي مباراة رسمية واكتفى بمباراة ودية مع الترجي انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد المباراة وقيمت أول أمس في مدينة المنستير وبالتالي نفس ظروف النادي الأهلي الأهلي لسه المسلم المحلي مبدأش لعب ثلاث مباراة ودية جهاز فن جديد نفس الأمر بالنسبة لاتحاد المنستيري التونسي برضو جهاز فن جديد لكن الأهلي بيتميز أنه عنده خبرات تصوابق تاريخية إيجابية في البطولات الإفريقية حامل اللقب بالتأكيد عشر مرات وصيف البطولة الأخيرة آخر سبع سنين وصل ست نهايات فكلها أرقام بالتأكيد بتصب فيه مصلحة النادي الأهلي قبل خود هذه المباراة لكن في النهاية أرضية الملعب أو أرضية الميدان بتبقى لها حساباتها خاصة إن شاء الله بإذن الله يكون المجموعة اللي يتم اختيارها من قبل المدير الفني مارسل لكولر تكون قادرة على الظهور بشكل جيد في هذا اللقاء كلنا شايفين أن في صفقات تمت قبل 15 تسعة وتم إبراز أو إضافة هذه الصفقات في قائمة الفريق شادي حسين مصطفى سعد برونوسافيو البرازيلي كل دي إضافات تمت على قائمة النادي الأهلي الأفريقية اللي تم إرسالها قبل يوم 15 تسعة في أربعة وثلاثين لاعب قوام الفريق في هذه البطولة يقدر بقى مارسل قولر قبل السفر يوم الخامس يختار من بين هؤلاء اللاعبين القيمة اللي ممكن يسافر بها ما أعتقدش هيسافر بأربعة وثلاثين يعني الموضوع مش هيبه كده أهل المسافر عبر رحلة خاصة وطائرة خاصة إلى تونس ولكن مش هيسافر بالأربعة وثلاثين قد يسافر بخمسة وعشرين بسبعة وعشرين لاعب ده أنا أتعرف عليه خلال الفترة اللي جاء لكن نفس الرولز ونفس النظام حداشر لاعب أساسي تسعة على دكة البودلاء خمس تغييرات بيتم يعني استبدالهم أو استبدال خمس لاعبين خلال زمن المباراة الأصلي خلال التسعين دي نفس قواعد البروتوكول الكورونا اللي كان مطبق في آخر سلسة بطولات إفريقية مستمر معانا في الموسم الإفريقي القادم عشرين اتنين وعشرين عشرين ثلاثة وعشرين فبالتالي إن شاء الله يكون فيه استعداد جاد بالنسبة للنادي الآلي كل العناصر الأساسية موجودة باستثناء بالتأكيد غياب بيرستاو بسبب الإصابة يمكن يلحق المباراة التانية الجهاز الفني يفضل يخدم على المباراة الأولى عشان يستكمل برنامجه كل ده هنشوفه خلال الساعات الجاهة لكن في الثلاث مباراة الودية ما كانش بيرستاو جاهز وكان لسه بيواصل برنامجه التأهيل